هذا اللي الدرس التعليمي السريع بالفيديو اليوم هس نيوم بإنشاء تقرير أوراكل EPS والهدف هو محاولة القيام بذلك لعرض جميع خطوات التطوير ومدى بساطتها الاتيد ليت هو القيام بذلك خلال عشر ديئة دس حالنا نبدأ سأبدأ المؤقت هنا ثم سأقوم بتسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر تقرير بلتس متوفر في جميع قوائم النماذج حسب اختيارك كما ترى هنا لقد وضعته في الأعلى بين العشر الأوائل تقرير بلتس تعمل أيضا من خلال الطلبات المتزامنة كالمعتاد ويمكن جدولتها بهذه الطريقة ممكن جدولتها من هنا أيضا أنا مسجل دخول بصفتي مطورا المستخدم يمكن فقط الحصول على القدرة لتنفيذ التقارير لكن عندي وظيفة الإعداد هذه هنا أولا قبوا كل شيء استمنع نعطيه اسما سوف نسميه تتبع تغييرات العناصر الهدف هو تتبع متى قام المستخدمون بتغيير السمات وفي أي وقت لذا دعونا نعطيه بعض الملاحظات هنا عيسنا ستلاحظ هنا أن الإصدار ما تم تعيينه بعد لأنه لم نكتب أي تقارير لذا سأكون بعمل بعض التقارير البسيطة هنا لذلك اختر MSI data نجمة من نظام MTL عناصر B MSI B MTL parameters MB لما نحتاج إلى ضم هذه الجداول لذا سأكون بذلك بسرعة معرفة المنظمة يساوي MSI B أنا فقط بحاجة لوضع ذلك هناك للتأكد MP نقطة ثم تحقق من أننا لم نقع في أي أخطاء إملائية MSI B نقطة نجمة MTL parameters MP ثم يبدو أننا لكتبنا تلك بشكل صحيح الآن تم حفظ ذلك تحصل هنا على تحكم في الإصدارات لذا أثناء التطوير يمكنك بوضوح نقل هذا من بيئة إلى أخرى باستخدام وظيفة تصدير والاستيراد أساساً ممكن سايد استيراد التقارير من Discover أو BI Publisher أو غيرها وتسهيل تلك التطورات أيضاً هذي حنمر على المعلمة سأوضيف المستودع إذن هذا هو رمز المنظمة سأضع ذلك هناك سأوزيل القيمة الافتراضية لأنني أود تحديد واحدة بنفسي وهنا بزع في إضافة العنصر أي سيكون العنصر أنا نتحين بشكوز فاس فريقمس رغم العنصر سيما نشرح هنا عندنا واحد هنا يمكنك يعطي استخدام معلمات التقرير الموجودة بالفعل أو يمكنك إنشاء معلمات جديدة من الصفر ترى أنه يستخدم قائمة من القيم أو يستخدم البيانات قائمة سوى القيم المدات السبكة المختلفة التي تقدمها Oracle سوى الخطوة الأخيرة التي نسميها هي تحديث الأخير تاريخ أنا مهتم إذا كان هناك تغيير خلال فترة زمنية لذا هناك واحد هنا يمكنني إعادة استخدامه مرة أخرى لتجنب إعادة اختراع العجلة التحديث الأخير خلال الأيام حيث تاريخ التحديث الأخير لـ MSI-B هو في التاريخ الحالي للنظام مطروحا منها عدد الأيام في المعايير انظر هنا لدي مئة عداد المستخدم نحن ما نزال في وقت مناسب 6 دقائق و24 ثانية متبقية أن نشعر بالضغط لذلك دعونا نحفظ ذلك ونقوم بتشغيله يمكنك تعيين هذا لذلك سنقوم بتعيينه على مستوى المستخدم والذي مستخدم يدعى يوزر المثير للاهتمام يمكنك تعيينه للمسؤولية بنفس القدر يمكنك تعيينه للتطبيق وما إلى ذلك ممكنك أيضا تصنيف نادا يمكننا تخصيص هذا لـ Engine Attics بذلك إذا كنت تريد البحث بسرعة عن فئتك كمستخدم يمكنك فقط تصنيف جميع تقاريرك مثل المالية أو إدارة الطلبات وما إلى ذلك لذلك كان عندنا استعلامنا البسيط جدا هنا المعايير محددة وقد اسم جيت تشاي تشينت وتصنيفها تم إجريشة تحكم في الإصدار شنوم يتشغيله الآن لنتحقق مما إذا كان هناك أي أخطاء يجب أن يرسل الآن مباشرة عبر المدير المتزامن ومن هناك سيتابع مجرد أن تصور على بد التشغيل ويذهب إلى الانتظار ثم سيقوم بتشغيل الإكسل والذي يكون مهيئ بالكامل جميع أنواع البيانات ما أترف بها وهو ما يعتبر أمرا مهما تشوف هنا وانا عندنا العنصر بهذا الموضع لذا ربما نريد نقل له إلى هنا ربما ما نريد وجود أعمدة معرفة الهوية هنا لذلك يتطلب الأمر بعض العمل ندارس سعود إلى التقرير إذا كان واحدة من الأشياء اللي يمكنك القيام بها هنا هي أنه عندك خيارات بحيث يمكنك إنشاء قالب سيقوم إنشاء قالب جديد ويمكنك ببساطة إرسال الأعمدة لنتريدها عن طريق النقل المزدوج أو يمكنك استخدام هذه الأسهم أنا مهتم بالجزء الرقم واحد لذا يمكنني في الواقع إرساله إلى الأعلى بداية التقرير ويمكننا إخفاء هذه في مجموعة حتى لا تحتاج إلى كل هذه الخصائص الأخرى التي توفرها أوريكل من أجل المرونة هذه هي الحقول المرنة فإذا كنت قد قمت بتكوين حق المرن والذي يؤمن بها معظم الناس على عناصر المخزون يمكنك بالطبع تركها في التقرير ثم فقط البحث عن الأعمدة الأخرى التي لا ترغب في تضمينها بس أنا ما أفعل ذلك لكن أن هناك مجموعة تقريبا كاملة من الأعمدة هنا لأننا قمنا بعملية تحديد لكل الأعمدة كان بإمكانك بناء ذلك في جملة SQL ولكن هذا بالطبع شكل سريع من التطوير على أي حال ثم سنقوم بإعطاء هذا اسم تتبع تغييرات العنصر فإنهم بتعين ذلك المستخدم بس كانوا يكونوا على علم يمكنهم أيضا إنشاء قالب خاص بهم هذا هو كل ما يمكنهم فعله وبالطبع لا يمكنهم الوصول إلى SQL ذلك تم إنشاؤه الآن سأغلق ذلك يمكنك أيضا إرسال هذا إلى مستخدم بريد إلكتروني واحد أو إلى عدة مستخدمين يمكننا القيام بذلك الآن سعيدة لما يتمجد ولا ترسل يمكن شوية إرسال المخرجات بأنواع مختلفة مثل مفصولة بفواصل أو الافتراضية وهي Excel ممكن سيادعي أنا بضع شوية للصفوف هنا سعيدة ذلك يمكنك توضع حدود زمنية أيضا إذا كنت ترغب في تجنب الأوقات المزدحمة أو تقليل الوقت المحدد يمكنك بالتأكيد القيام بذلك هذا جيد دمرة يخدمك هذا قيمة أكبر هنا ودهك وان بتشعر ليسا منتحقق من النتيجة بس بنشو إنه العمود تم نقله وإن عندنا تقريرا أكبر والآن عندنا الجزء الأول هنا ما ترغل لدينا ضغيقتان إضافيتان لذرنا في الوضع ليس سيئا وتقريرنا الآن جاهز للاختبار حسنا لنعد إلى الإعدادات ويمكننا إدراج نسختنا هناك وقول إننا جاهزون للمستخدم وبعد ذلك يمكنك ما سنقلها إلى بيأس باستخدام الأدوات يمكنك استيراد أي نوع من تقارير Oracle BI Publisher يمكنك إدخال تقارير Discover يمكنك أيضا إدخال بعض البرامج المشتركة هيجلب جميع المعلمات والتخصيصات يمكنك أيضا يمكنك بالفعل التصدير أيضا سيذا بمجرد تطوير تقرير معقد يمكنك نقله من بيأة إلى أخرى لذلك ببساطة من خلال هذا الأمر بسيط للغاية ما ويزال لدينا بعض الوقت المتبقي عندنا بضع دقائق احتياطية من الواضح أنه يمكنك إضافة المزيد من التعقيد هنا حسب ما تراه مناسبا ولكن الآن لدينا تقرير تيمكن ذلك من ستوع التغييرات تتسيد خلال الأيام القليلة الماضية كان تحقيق ذلك بسيطا للغاية لذلك وضعنا أيضا بعض المعايير الافتراضية وتستأكيدا ما يمكنك البلس المعاملات من القيم الموجودة هذا الآن مخصص للمستخدم المستخدم في هذه الطبقة إذا خرجنا من هنا وسجلنا الدخول إليه كمستخدم وهو ما لن أفعله بالطبع لأنه سيستغرق بضع دقائق وسيرون التقرير فقط وسيكون لديهم القدرة على تعيين نموذج وترتيب الأعمدة هذا كان كل شيء قد انتهينا في الوقت المحدد لدينا دقيقة متبقية لأي استفسارات يرجى زيارتنا على ngenetics.com هناك العديد من الأفكار على قناة ngenetics على يوتيوب يوجد أيضا مدونات وأفكار جيدة حول ضبط قواعد البيانات مرأيك ببس سيطباس في المتزام السيومي الذي يمتسي الإطلاع عليها أحسن شكرا لك الآن